قام اليوم وزير الفلاحة والتنمية رفية وصيد البحري عبدالسلام شلغوم بزيارة إلى ولاية تبازا حيث عين أهم المستثمرات الفلاحية خاصة ما يتعلق بإنتاج الحمضيات وكادة تربية المائيات هذا وثمن الوزير مجهودات فلاحية المنطقة خصوصا وأن الجزائر لها قدرات كبيرة لتكثيف العمل إيمان عياش رصدت التالي في الواقع الجزائر لها قدرات كبيرة لتكثيف الإنتاج وكي نكون من رائدين في هذا الإنتاج ليس فقط في البرتور ميج تيرانيامي حتى في العالم الستراتيجين تعلق السيكتور هي تكثيف هذا المنتوج في المناطق اللي يجب أن يتم التكثيف فيها وتكلمت مع الإخوة اليوم وراني نشوف أنه سواء على مستوى الغرفة أو على مستوى المسؤولين أو حتى على مستوى الفلاحين كلها مره موعين من الحتمية تكثيف الإنتاج من الحمضيات وتنويعه ليكون أولا في خدمة الصناعة التحويلية وكذلك في خدمة تصدير هذا المنتوج للخارج وبخصوص ارتفاع أسعار الخضر فقد نوه الوزير لأنه لا يوجد ارتفاع حقيقي إلا ذلك المرتبط بالتقلبات الجوية صباح مريضة صباح مريضة لكن هذه أجربة تقليل وقطة تقليل ي términ谷 نحارفيا إلى خرق وبينية يكتبون من كلوخ حليظة في مرضي المدولة في الأثناء المرنة بالنسبة للعالي وليس كله في المناطق لكن لا يستطيع شكرا على مرضية لكن يمكنكم أن في المشاهدة على الجميع劑 اليوم يحصلون على السيارة ليس لمشاهدة ينتهى الأولاد السد. السيارة من السيارة من البسخرة من الخاصة لكي تدوني ، فهادة تأثير لناهجي. تعالى السيارة الثامة هذا لا يتحصمني سهربة إنه ولست مجزيرا